اشتركوا في القناة نائب رئيس اللجنة الأولمبية وسعادة الدكتور عبد الرحمن صادق أسكار الرئيس تنفيذي الهيئة العامة للرياضة وبهذه المناسبة رحب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بجميع الوفود الخليجية المشاركة في البطولة معربا عن اعتزازه الكبير باحتضان مملكة البحرين لهذا الحدث الخليجي انطلاقا من حرصه الدائم على استضافة مختلف البطولات والتجمعات الرياضية والتي تعزز اللحمة الخليجية وأكد سموه على همية البطولة في الارتقاء بكرة السلة الخليجية ومساهمتها في تطوير المنتخبات للمنافسة الإقليمية والقارية والدولية مشيدا بتاريخ البطولة ومسيرتها العريقة في تخريج العديد من اللاعبين والمدربين والحكام والإداريين منوها سموه بالجهود التي بذلها اتحاد كرة السلة واللجنة المنظمة في الاعداد والتحضير لاستضافة البطولة معربا عن ثقته في نجاح الاستضافة من كافة النواحي في ظل العمل الدووب الذي قامت به اللجنة المنظمة على الصعيد الإداري والإعلامي والتسويقي والتنظيمي وأتمنى سموه شيخارد بن حبل المنتخب الوطني ولجميع المنتخبات الخليجية المشاركة التوفيق والنجاح ولجميع الوفود طيب الإقامة في بلدهم الثاني مملكة البحرين التي تسعد دوما باحتضان الأشقاء من دول الخليج العربي ترجمة نانسي قنقر